بسم الآب والإبن والروح الكدسة الإله الواحد أمين الإصاحة الثلاثة واربعين وتعالوا نفتكر إحنا فين بالزبط سفرة حسقيال جزئين كبار من الإصاحة الأول للتنين وتلاتين دي فترة ما قبل السابي وكان الكلام شديد قوي وبالذات جه على الأواخر قبل الإصاحة الثلاثين وتلاتين وبقى الكلام فيه تأنيب وفيه تحذير شديد جدا عشان يلحقوا يتوبوا لكن بعد الإصاحة الثلاثين وتلاتين في الأغلب السابي فعلا حصل وبالتالي الفوج الثالث راح على بابل فابتدى ربنا في الإصاحة الثالث مش يأنبهم ولا يتوعد ليهم لأن هما ما سمعوش كلامه وراحوا السابي بل بالعكس كأب حنون من أولى الإصاحة الثالث ابتدى يطمنهم ويقولهم ولا يهموكم فيه فرصة للرجوع فيه فرصة للتوبة فيه رجاء إنكم ترجعوا ورشاليم تاني وتعمروها وأنا أكون ليكم إله وإنتوا تكونوا لي شعب وشفنا إزاي قال لهم في الإصاحة الثلاثين إن أنا هأرجع وأقيم راعي واحد ابن لداود يرعاكم إلى الأبد وإزاي في الإصاحة الثلاثين قال لهم وحتى لو كنت وصلت لمستوى العظام اليابسة الميتة البيضاء هتقوموا وهتبقوا جيش عظيم زي الأول وكمان كلمهم إن في حرب هتيجي من الملك جوج ملك ما جوج وهتبقى حرب شبهة عالمية في أيامهم لكن هينجيهم وهيكسر هؤلاء الشعوب اللي هيقوموا على شعبه وهيقف مع شعبه ويعضدهم وقد كان كمان من أولى للصحي الأربعين ابتدى يقولهم هترجعوا وتبنوا الهيكل زي زمان قد يكون يقصد هيكل زور بابل لكن لأن الكلام كله رمزي والأرقام كلها رمزية بل البعض شايفها حتى في الواقع صعب تنفذها هندسيا فهي تحمل معنى رمزي فكان ربنا بيكلمهم على هيكل الكنيسة بتاعة العهد الجديد وإزاي كله رموز للفداء وللزبيحة بتاعة العهد الجديد يعني مثلا لقينا المسبح معمول من خشب فطبعا يقصد الصليب لأن المسبح زمان كان بيتعامل من نحاس فبما أنه هنا من خشب كان هيتحرق لو تقدمت عليه زبيحة فواضح أنها زبيحة غير دموية كمان لقينا المسبح بيتسمى باسم مائدة وده في الإصاحة الـ 41 فالمسبح الخشبي اللي بقى مائدة وعليه زبيحة مش دموية طبعا دي كنيسة العهد الجديد كمان قلنا معنى تاني إن مش بس الهيكل اللي بتوصف هنا هو كنيسة العهد الجديد لكن هو كل إنسان مسيحي مؤمن مرشون بالميرون أصبح هيكل للروح الكدس وروح ربنا ساكن فيه وأخيرا فالهيكل اللي موصوف هنا هو هيكل جسد ربنا يسوع المسيح نفسه وهو قال كده في العهد الجديد لما قال للتلاميذ هذا الهيكل هينقض وبعد ثلاثة يام هاقيمه وكتب إنه كان يتكلم على هيكل جسده فالهيكل اللي موصوف هنا هو برضو هيكل جسد ربنا يسوع المسيح نفسه المكان الحقيقي اللي بيحل فيه كل ملء اللهوت جسديا ومن هنا هنشوف بقى في الإصاحة التلاتة واربعين ومن بعد كده لغاية آخر السفر ربنا ابتدى يتكلم بوضوح عن تجسده وحلوله وسط شعبه وفداءه لشعبه وده هو الحاجة اللي تفرح صحيح اللي بيختم بيها السفر صحيح فرحتهم مش إنه هم يكسبوا جوج ملك ما جوج ولا إنه هم يرجعوا يستوطنوا في أرضهم ويبنوا الهيكل لأ ده الأهم إن من وسطيهم هيتجسد ربنا يسوع المسيح الهيكل الحقيقي حلول الله الحقيقي وسط شعبه إزاي هيتجسد وهيفديهم ده اللي هيشوفه حسقيال في الإصاحات اللي جاية وتعالوا نبدأ الإصاحة التلاتة واربعين ثم أخدني الرجل اللي منظره كشبه النحاس وماسك القصبة اللي هو ربنا يسوع المسيح ووداني للباب الباب اللي متجه نحية الشرق وهنا نلاحظ حاجة غريبة إن الهيكل بتاع اليهود كان متجه نحو الغرب لكن هنا ربنا وجهه نحية الباب المتجه نحية الشرق يعني واصص لنحية الشرق زي ما احنا بنبص في هيكل العهد الجديد اللي هو الكنيسة وساعاتها لقيت مجد إله إسرائيل جاي من طريق الشرق وده اللي احنا عارفينه عن ربنا يسوع المسيح شمس البر عشان كده احنا دايما بننظر نحية الشرق واحنا بنصلي دلوقتي لأن احنا منتظرين ربنا اللي هيجي من طريق الشرق يوم ما هيظهر في نهاية الزمان وعشان نتذكر إن احنا بنعبد ربنا شمس البر اللي بيشرخ لكل إنسان مؤمن كمان أقول حاجة إن في الإصحاح التاسع لو حضراتكم تفتكروا لما المركبة الإلهية ظهر لحسقيال في أرشاليم وجه نحية الهيكل وحسقيال شاف إن الهيكل مليان نجسات ورجسات قامت المركبة بتاعت ربنا ارتفعت من فوق أرشاليم ومن فوق الهيكل وكأن ربنا زعلان وحزين على اللي بيحصل في شعبه واختفى ساعتها لو ركزنا هنلاقي المركبة بتاعت ربنا اختفت وصعدت من نحية الشرق فدلوقتي حسقيال فرحان لإن لقى ربنا تاني ومجده هيظهر له من النحية اللي ميشي منها اللي هي نحية الشرق ولقيت صوته زي صوت مياه كثيرة والأرض أضاقت من مجده طبعا إن الأرض أضاقت من مجده دي ترمز للتجسد كأن ربنا في العهد القديم المركبة الإلهية ثابت أرشاليم وثابت الهيكل بتاعت العهد القديم وبعدت لكن دلوقتي لما يبقى فيه هيكل في العهد الجديد هيجى الله ويسكن ويضيء على الأرض يرمز للتجسد والمنظر اللي شفته بتاع المركبة وحضور الله بالطريقة الإلهية هو لنا شفته زمان في الإصحاح التاسع لما ربنا أرسل ست ملايكة ومعاهم ابن الإنسان علشان يدينه اللي ساكنين في أرشاليم وفي الهيكل والمناظر زي المنظر اللي أنا شفته عند نهر خبور فخررت على وجهي فجه مجد ربنا للبيت من طريق الباب المتجه نحية الشرق فحملني روح وجبني للدار الداخلية فلقيت مجد ربنا مل البيت كله وسمعته بيكلمني من جوه البيت وكان ربنا في هيئة راجل حقيقي واقف عندي طبعا ده رمز للتجسد الواضح ربنا جاي من ناحية الشرق وبيحل بكل مجده على الأرض واقف في البيت يعني في الهيكل الجسدي وبيكلم دلوقتي حسقيال في أرشاليم وقال لي يا ابن آدم ده مكان كرسية مكان باطن قدمي اللي هوطق بيء الأرض لإني هسكن في وسط بني إسرائيل للأبد وبيت إسرائيل مش هينفع بعد كده ينجس اسمي القدوس لا هم ولا ملوكهم لا بزناهم ولا بجسس ملوكهم اللي في المرتفعات لأنهم حطوا عوائدهم عندي في بيتي وحطوا كل اللي بيعتمدوا عليه في العالم عندي جوه مسكاني لكن عملوا بيني وبينهم حائط من الخطية فنجسوا اسمي قدوس برجساتهم اللي عملوها فقدبتهم والبعض فنى والبعض راح السبي بسبب غضبي من خطيتهم فدلوقتي خليهم يبعدوا عني زناهم وجسس ملوكهم عشان أعرف أسكن في وسطهم إلى الأبد وأنت يا ابن آدم فعرف بيت إسرائيل عن كل تفاصيل الهيكل وبيتي اللي أنا وصفتهم لك في الإصاحات اللي فاتوا علشان يتكسفوا من خطيائهم خليهم يقيسوا مأسات الرسم اللي أنا قلته لك بالزبط علشان يعرفوا الرموز اللي من وراه فإذا تكسفوا من كل اللي عملوه عرفهم صورة البيت ورسمه ومخارجه ومداخله بأكتر تفصيل عرفهم كل أشكاله وكل الفرائد كل أشكاله وكل الشرائع اكتب ده كل قدام عينيهم عشان يحفظوا كل الرسوم وكل الفرائد ويعملوا بيها هو ده نظام بيتي بتاع العهد الجديد على رأس الجبل كل الأماكن المحيطة حولين البيت هتبقى كدس أقداس لأن زمان في البيت الأديم وفي خيمة الاجتماع كدس الأقداس ده كان ليه مكان محدد جوى الهيكل لكن في العهد الجديد كل اللي هيبقى مع ربنا ممكن كدس الأقداس يبقى جواه هو ده نظام بيتي في العهد الجديد بعد كده يا حسقيال لو لقيتهم فهموا أن ده معنى تجسدي وسكنية وسط شعبي بجسدي اللي هاخده في العهد الجديد إذا استوعبوا كل الرموز ابتدي بقى أكلمهم عن الفداء اللي هقدموا لشعبي وابتدي وصف لهم المسبح أنا ما وصفت لكش المسبح ساعة ما كنت بوصف الهيكل لإني كان قصدي أوصف تجسدي أما دلوقتي فهوصف الفداء اللي هقدمه لشعبي وهي دي مقاسات المسبح اللي هوصفه لك بالزراع والزراع هنا هو زراع وشبر المسبح اللي هوصفه مبني على ثلاث درجات أول درجة على الأرض خالص اسمها الحضن هي زراع والعرض زراع وفيه شفة حواليه داير داير تقريبا شبر هو ده الأرضية اللي هيتبني فيها لسه درجتين وفوق خالص هيبقى المسبح بعد الدرجة الأولانية اللي على الأرض فيه درجة تانية اسمها الخصم الأسفل أو القاعدة السفلة دي زراعين والعرض زراع من عند الدرجة دي اللي اسمها الخصم أو القاعدة الصغرى لحد الدرجة اللي فوقيها اللي اسمها الخصم الأكبر أو القاعدة الأكبر فيه أربعة زراع والعرض زراع يبقى كده فيه تلت درجات توصفه الدرجة اللي على الأرض خالص اسمها الحضن فوقيها فيه حاجة اسمها القاعدة الصغرى بعدين فوقيها القاعدة الكبرى أخيراً بقى هيجي المسبح يعني الموقد أو المسبح مبني فوق الثلاث درجات دول والموقد أربعة زراعة ومن الموقد لفوق أربع قرون هي قرون المسبح زي اللي كانت بتاعة العهد القديم بالزبط والمسبح إتناشر طول بإتناشر عرض تقريباً شكله مربع على وجانبه الأربعة ونفس الكلام الدرجة اللي مبني فوقيها المسبح اللي اسمها الخصم أو القعدة هي أربعتاشر طول واربعتاشر عرض على جوانبه الأربعة والشفة بتاعته حواليه نص زراعة وحضن زراعة حواليه وكل ده متجه ناحية الشرق تعالوا نفسر بسرعة طبعاً اتجاه المسبح ناحية الشرق دي كانت حاجة غريبة لأن المسبح بيبقى متجه ناحية الغرب في العهد القديم لكن هنا متجه ناحية الشرق وبرضو الأرقام اللي مكتوبة هي أرقام رمزية لأن مش ممكن يكون فيه مسبح بهذا الطول ده كده طوله حوالي 7 متر عشان الكهن يعرف يوصل للمسبح فوق ويوقد المحرقة وقد سبق وقلنا إن المسبح بيتعمل من خشب فإيه هو الخشبة الطويلة قوي اللي تقدم عليها محرقة بس كمان على شرط متقاسة بالأزرع يمين وشمال زراعان مفتوحان واسمهم الحدم ثم سلمة كبيرة فوقيها سلمة أصغر فوقيها مسبح أصغر زي ما يكون شايفين زراع المسيح المفتوحة وبنقرب ناحية الرأس أخيرا بنلاقي المسبح الحقيقي وعليه أربعة قرون تشبه إكليل الشوك دير دير اللي اسمها الحاشية ثم ابتدى ربنا يشرح معنى المسبح وفدائه للعالم في الجزء اللي جاي فابتدى يقول لحسقيال وقال لي يا ابن آدم هكذا قال السيد الرب دي فرائد المسبح يوم ما تصنعه عشان تصهد عليه المحرقة وترش عليه الدم ادي للكهنة اللويين اللي من نسل صدوق بالذات المقتربين إلي عشان يخدموني يقول السيد الرب اديهم طور من البقر عشان يسبحول الخطيئة وتاخد من دمه وتحطه على قرون الأربعة وعلى أربع زوايا القعدة وعلى الحشية حواليها فتطهره وتكفر عنه تشبه إكليل الشوك اللي هيتغرق بالدم على رأس السيد المسيح عشان يقدم نفسه محرقة ثم ينزل الدم على كل الدرجات وعلى حضنه يمين وشمال كمان ما ننساش إن النسل صدوق ده المذكور هنا هو اللي هيطلع منه حنانية وقيافة في العهد الجديد فنسل صدوق ده هو فعلا اللي هيقدم محرقة العهد الجديد جسد ربنا يسوع المسيح على الصليب مش بس كده ده يكمل ويقول وتاخد طور الخطية فيحرق في الموضع اللي هقوله لك من البيت عارفين خارج المقدس وده يفكرنا بربنا يسوع اللي تسلب خارج أسوار أرشالين خارج المحل بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين نستكمل مع بعض الجزء البسيط اللي فاضل في الإصاحة 43 من أول آية 22 وفي اليوم التاني يا حسقيال خليهم يقربوا تيس من المعز يكون صحيح يقدموه زبيحة خطية فيطهروا المسبح زي ما طهروا بالطور وبكده تبقى أكملت التطهير فإذا كملتوا تقرب الصور من البكر الصحيح وكبش من الضقم يكون صحيح واضح إن الطور بتاع البقر ده اللي بيتقدم زبيحة خطية والكبش من الضقم ده اللي بيتقدم حاجة اسمها زبيحة اسم يعني كل أنواع الخطية ربنا هيكفر عنها في الصليب تقربهم هما الاتنين قدام ربنا كتقدمة ويلقي عليهم الكهنة ملح عشان يصعدونهما محرقة للرب هتقعد كده بقى سبعة أيام تعمل في كل يوم تيس للخطية ويعملوا صور من البقر وكبش من الضقم يكون كله صحيح علشان يبقى تكفير كامل اللي يرمز لرقم سبعة عن كل الخطايا سبع أيام يكفروا عن المسبح ويطهروا ويملقوا قديهم من هذه المحرقات يعني يكرسوا المكان بالكامل وهم كمان يكرسوا فإذا تمت هذه الأيام السبعة يعني كمال الفداء والزبحة على الصليب من أجل خطايا البشر يكون في اليوم التامن وطبعا اليوم التامن احنا عارفين بيرمز اليوم الحد لأن السبت أو السبت اللي هو اليوم السابع اللي استراح فيه الرب وكان هو عيد لليهود أصبح هو اليوم التامن في العهد الجديد الاحتفال للمسيحيين يوم الحد اليوم التامن يوم القيامة فهنا بيقوله في اليوم التامن بقى واللي بعد كده الكهنة هيعملوا على المسبح محرقتهم بس يقدموا زبائح سلامة وزبيحة السلامة اللي درس معنا الزبائح هي الرمز الحقيقي لزبيحة الإفخارستية المحرقة هي زبيحة المسيح على الصليب أما زبيحة السلامة فهي الإفخارستية لأن فيها مواصفات التناول بالزبط لو قرناها بالتفصيل فيقصد هنا أن السبعة أيام فيها تكفير كامل عن خطيانة بسبب المحرقة اللي هتتقدم أما من بعد أيامة المسيح فبقت الزبيحة سلامة يعني إفخارستية ما بقاش في زبائح دموية وربنا يسوع المسيح كمان هيكون قام وصعد لكن هنصنع ذكرى نزوله على الأرض وصلبه وموته وقيامته وصعوده بزبيحة الإفخارستية وبكده أرض عنكم يقول السيد الرب باسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين في الإصاحة الثلاثة واربعين فيه رموز كتيرة بنحتاج نرجع للأباء عشان نفهم معناها وهنا الإنسان بيدرك حجمه الروحي إنه روحيا برضه لسه بيتعلم لكن فيه أباء سبقه يقدر من خلالهم يستفيد بالمعاني الروحية اللي وصلوا لها ويفهم الرموز اللي موجودة في الكتاب ده فكرنا برضه بالمخدومين وأعمارهم وسنهم وإمكانياتهم كل سن مختلف عن التاني وكل سن محتاج التاني والخدم محتاج يفهم الأعمار وكل فترة عمرية من المراحل اللي بيعادت بيها المخدوم بتاعه بتتميز بإيه بالذات في الفترات الصغيرة لأن التغييراتها كتيرة ولغاية آخر العمر برضه كل فترة ليها تحدياتها وليها مميزتها تعالوا بسرعة ناخد مراحل النمو عند الطفل وكل فترة بتتميز بإيه في عجالة من سن سفر لسن سنتين السن ده بيسموه سن تكوين تستغربه تكوين الزكاء أيوة من ست شهور لسن سنة ونص ده أكتر وقت الطفل بيتعلم فيه أمور إحنا مش مدركينها وبيتكون الزكاء معقولة في السن الصغير ده أيوة عشان كده الأهل الشاطرين والخدام الشاطرين يكلموا كتير بالرغم أنه صغير يقروروا يعرفوا على البيئة ممكن يسمع من موسيقى ممكن يسمع ترانيم الحوار لما بين الأب والأم بيقدر يلقط نغامته ويفهم هم كده بيتكلموا في موضوع هادي ولا موضوع صعب هل يطرق جو المحيط بيه جو مريح ومدي أمان فبالتاني بيتكون الزكاء عند الطفل في السنين المبكرة دي طيب وإيه اللي بيحتاجه في السن ده في كلمة واحدة بيحتاج الأمان أيوة ده السن اللي بيتدلع واللي ما نخافش فيه من فرط الدلع الطفل في السن ده لازم يتحوط بالأمان من كل ناحية طيب إزاي نقدر نخدم السن ده روحيا يسموه association يعني ربط يعني نربط الأكل الحلو منه نعمة من عند ربنا ونبوس إدينا وشه ودهر نربط الصلاة إنها فقرة جميلة وحلوة في البيت لما يشوف بابا وماما بيصلوا يشوفهم مبسوطين وفرحانين لما يشوف صورة للقدسين ممكن نعلمه يمدي إيده ويبوسها من عند ست شهور يقدر يعمل كده ده اللي بنسميه الربط يبقى من سن صفر لسن اتنين عندنا سلاسية أولا تكوين الزكاء سنيا احتياج الأمان ثلثا الربط بالأمور الروحية من سن سنتين لأربع سنين بيسموه سن تكوين الإرادة ده سن اللي بيبتدي يتفطن فيه يتعلم يمشي ابتدى يسنن ابتدى يتحكم في الإخراج ابتدى يقول لا أكتير ما ننزعجش هو السن ده بيكون الإرادة ولازم يتعلم يقول لأ بالرغم ان ده بيديق الأهل طبعا والخدام يسموه في العلم تيربل تو يعني سن السنتين ده واللي طالع بعد كده من اتنين لأربعة سن تيربل يعني صعب لكن في الآخر ده سن تكوين الإرادة والشراطر اللي يوجه له الإرادة دي ناحية الصح فيعرف يقول لأ للغلط مش العكس مش هنبطلوا يقول لأ لكن هنعلمه يقول لأ على إيه طب احتياجه في السن ده إيه بيحتاج التشجيع نشجعه في اختياراته عشان يكون عنده ثقة إن الاختيار بتاعه صح وإذا كان الاختيار مش صح نوجهه ثم نشجعه على التوجيه الجديد فلو عايزين نشجعه على الرسم أو التلوين أو حاجة معينة بيعملها وعايزين ننميها فيه نشجع السن ده بيفرح جدا بالتشجيع طب والبعد الروحي في كلمة واحدة الترانيم والمزامير الحفظ بشكل عام يبقى بكده من سن سنتين لأربع سنين السلسية بتاعتنا هي تكوين الإرادة الاحتياج للتشجيع حفظ الترانيم والمزامير طب من سن أربعة لست سنين يا ترى بتميز بإيه ده إذا كان من سن سفر لتنين تكوين الزكاء من اتنين لأربعة تكوين الإرادة فمن أربعة لستة تكوين الضمير محتاج نقوله على حاجات صح وحاجات غلط إحنا لنعرفه إحنا ضميره طب واحتياجه هو عنده احتياج كبير جدا في السن ده للمعرفة يعني إيه للمعرفة عايز يستكشف يفتح الدوليم يحب يتفرج على صور فيها حيوانات وحديقة حيوانات حتى البرامج الموجودة في التلفزيون زي ناشنال جيجرافيك أو ما شابه يحب يتفرج عليها ويشوف الحيوانات بيعملوا إيه والطبيعة بتعمل إيه ليه بيسأل كتير وبيقول ليه كتير طب والبعد الروحي ده السن بقى اللي نعلمه يصلي ونقراله في الإنجيل ونعرفه قصص من الإنجيل يبقى سلسية من سن 4 ل 6 هي تكوين الضمير الاحتياج للمعرفة الصلاة والإنجيل طب من سن 6 ل 8 سنين ده اللي نسميه سن تكوين المهارات بيبتدي يتعرف على نفسه أكتر إيه اللي بيقدر يعمله يذاكر أحسن ياكل أحسن يتعلم ألحان عشان عايزي بقى شماس ابتدى ياخد باله من إمكانياته ومواهبه يقدر ينميها ينفع نديه كرس أو نقدر نشترك له في نشاط أيوة من السن المبكر ده ممكن جدا برضو من سن 6 ل 8 سنين بيتميز أنه بيجمع أمور ممكن تبن لنا أن هي مش مهمة يعني يجمع مثلا حاجات بابا مامش بيستخدموها ياخدها ويحطها في علبة ويشيلها عنده في مكتبه أو في درجه هو ابتدى يحس أنه ممكن يبقى مخترع ابتدى يهتم جدا بأنه يجمع صور القدسين أو صور الأبطال اللي بيحبهم أيوة هو ده سنه طب محتاج لإيه؟ محتاج لكلمة مهمة أوي اسمها السقة في السن ده لازم نديله ثقة في نفسه ولازم يشعر بثقة فينا ممنوع المقارنات وممنوع التنمر بالذات في السن ده طب وفي الأمور الروحية ده سن تكوين العادات الروحية يعني ابتدى يتعلم إزاي يصلي أول ما يصحى ابتدى كمان يتعلم يعمل مطانية وابتدى كمان يصحى بدري ويستعد للأداس ويكون للتها منظف جسمه مستعد هنا نقدر نقول أن السلسية بتاعت سن 6-8 هي تكوين المهارات احتياج للثقة ثم تكوين العادات الروحية طب سلسية من 8-12 آه ده سن صعب ليه؟ لأنه بيتكون فيه بعض الأمور الجسمانية لأنه ابتدى يدخل في سن المراقة ابتدى جسمه يتغير شوية بشوية سن المراقة عند البنات ممكن يبقى 19 سنين والولاد 11-12 سنة برضه ممكن أقل أو أكتر بتختلف لكن هو تكوين الجسم الجديد وابتدى يبقى فيه تكوين ميول للجنس الآخر أيوة بالتدريج هيحصل وما ننزعيكش ده السن بتاعه طب محتاج لإيه؟ محتاج لإحتواء احتواء من حيث ان احنا نشرح له اللي هيحصله إنه هو مش مجرم ولا غلطان إزاي يتعامل مع الأمور الجديدة؟ محتاج إحتواء شديد من الأصدقاء أو من الأهل ده السن اللي بيبقى ليه أب اعتراف من سن 8-9 يستحسن كمان يكون ليه أب اعتراف علشان يوجهه ويتكلمه بصراحة في بعض الأمور جميلة كنستنا اللي مختار السن ده تحديدا إن يكون للواحد مرشد وأب اعتراف أب روحاني يفطفط ويتكلم معاه دون أحراج طيب ومن ناحية الروحية في السن ده الولد بيحتاج جدا يشوف ربنا الراعي اللي بيطبط كل الأمور اللي بيحسسه بالأمان فيبتدي في الأوقات دي يحب جدا سير الجدسين بالذات طب من سن 12-18 لا ده كبر قوي ده السن اللي بنسميه تكوين الهوية الهوية يعني بيدي لنفسه عنوين أنا صفاتي كذا أنا رجل والرجل صفاته كذا أنا مصري والمصري صفاته كذا أنا مسيحي والمسيحي صفاته كذا يعني بيجاوب على سؤال من أنا ما بينه وبين نفسه طب محتاج لإيه في الوقت ده؟ محتاج للمبادئ يعني يكون الفاليوز والقيم اللي في حياته سواء بالقراية أو بالوعز أو بالأحداث والاحتجاج بالآخر يبتدي يكون مبادئه طيب والأمور الروحية تتقدم له ازاي؟ هنا الكراءات الروحية مفيدة جداً اللي بتناقش مواضيع معينة والوعزات ابتدى يفهم ولازم يسأل أسئلة كتير ولازم يلاقي إجابة للأسئلة دي هنا محتاج ربنا يسوع الصديق والإله الحقيقي الشخص المثالي الرول مودل هو كده بيلاقي عند المسيح كل إجابة ويلقي عنده كل احتواء يبقى سلسية من 12 ل 18 تكوين الهوية احتياج للمبادئ ثم يسوع صديقي المثالي طبعاً القصة ما بتقفش عند كده برضو من 18 ل 24 لها صفات ومن 24 ل 65 لها صفات ثم بعد كده ويفضل لكل سن صفاته وتحدياته وميزاته ويفضل دور الإنسان ومشاركته مع كل اللي حواليه يستمر عايزين نقول حتى بعد الموت وهو في شفاعة دور الأهل لا ينتهي ودور الإنسان لا ينتهي خلينا نراجع المبادئ اللي قلناها هي سلسيات في كل سن بس ممكن تفدنا جداً في التعامل مع الأطفال في الخدمة أو في سن المراقب عشان كده ربنا قال في أشعية اسمعوا إلي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن محملين من الرحم وإلى الشيخوخ أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل